اهلا بحضراتكم من جديد اليومين اللي فاتوا لا حديث في العالم كله الحقيقة مش في السعودية ولا مصر ولا بريطانيا الا عن محمد صلاح صلاح رايح السعودية ولا لا تحاد جدة كل يوم دخل المزاد دخل السبق تقريبا بمئة مليون جنيه سترليني لليفربول وصل لغاية اللحظات الاخيرة لامتين وخمسين مليون سترليني مين يزود وفضل الباب مفتوح لغاية ما يرجم كلوب الراجل كان مسك الساعة وعايز يوم سبعة اتنشر بالليل يجي بأي شكل عشان الباب ده يتقفل ويركز وكل الصحف البريطانية قالت انه صلاح بصدد انه يكون اغلى لاعب في تاريخ كرة القدم واغلى لاعب يتباع لانه او يتباع عقده الارقام وصلت الى حيز قال الاعلام السعودي انه اتحاد جدة بيختبر قدرة صمود ملاك ليفربول وفعون ليفربول الان اعلن رسميا بقاء صلاح في ليفربول وانتهى الموضوع هل اعلن ولا قالك الباب ده اعلن رسميا لانه اغلق باب القيد عند الساعة 12 مساء يعني من 10 دقايق بالضبط او من 13 دقايق اغلق الباب واعلنت الوسائل الاعلام السعودية والبريطانية بقاء صلاح في ليفربول الاعلان ده اللي هيبه اه بقاء صلاح في ليفربول وعدم تنفيذ اتحاد جدة للصفقة الكبيرة اللي كان بيسعى اليها بكل تركيز وكان فيه وقت من اتحاد جدة من 10 اشخاص موجود في لندن لانجاز هذه المهمة لكن بقي صلاح في ليفربول هنا استطيع ان اعلق برأيي اه تفضل انا قلت ان الصراع يخص محمد ايه قلت ان حيب اصراع بين اموال غير مسبوقة وان يبقى اغلى لاعب في التاريخ واعتقد ان في اللحظات الاخيرة وصل دي ايه وبين ان هو يبقى اهم لاعب في تاريخ ليفربول لدى الجماهير الرجل الذي يلعب في نادي بنى فيه كثير من الامجاد وواصل انه بنافس رونالدو وميسي في عزهم ووصل انه يكسر كل الارقام القياسية تقريبا في هذا النادي ويصبح معشوق الجماهير ليتحول الى مؤكد في اللحظة دي عند جماهير ليفربول حيبقى الاسطورة التي لم يسبقها احد لانه ما تعرض له والله كنفعونه محمد صلاح من اغراءات مادية هز جبل انه يقدر يقبل الاموال دي او يرفضها الراجل اختار ان يكمل المجدى الذي بدأه في ليفربول وان يحتفظ بمكان توليده جامير ليفربول نادي التحاد السعودي مؤكد وهو بيبني فريق عايز يكمله بشكل متكامل لانه اصبح فريق تقيل قوي يعني وجود محمد صلاح كان حيديله مش عاولي الحتة النقصة لان مش معناه انه هو ما عندوش البداء اللي فيه لكن قوة كبيرة مضافة انما كان حيبقى قوة مضافة قوة مضافة مش بس فنية لان محمد صلاح لهو شعبياته لديت الجليات المصرية والعربية والاجنبي وده كان في حسابات مية المية نادي الاتحاد وبيلعب على ارضه وعايز واحد يحط له الزخم الشعباوي ده وده بيحملنا مسؤوليات تقيلة جدا عشان نفهم ماذا حرص الاتحاد انه داخل المضوع جد جدا 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 وانا شايف نغمة كده من التراشق والمقارنات والتفاخر مش حبيبها وهي نغمة سواء على السوشال ميديا او اعلامية هنا او هناك مفيش حاجة اسمها مين كعب عالي على مين ومفيش حاجة اسمها التاريخ الجغرافي في كرة القدم بيبقى اللحظة اللي احنا فيها مع السفارة من داخل اكثر جاهزية نفسيا بدنيا خططيا معنويا وفي نفس الوقت هيحصل له توفيق طيب هو الآن يقدر يلاعب الاتحاد يقدر يلاعب الاتحاد لانه اللي يعب مع باين مينوخ كانت نتيجة متقاربة لعب مع ابطال الامريكا اللاتينية فاز احيانا وخسر بصعوبة احيانا اخرى لعب مع ريال مدريد وكان حتى اللحظات الاخيرة ند قوي جدا يقدر الفرص والفرق جول تقدر بس انت كمان في نفس الوقت اللي تعرف الاتحاد نازل بدوافع مختلفة انسى ماتش الهلال خالص ما حدش يجيب سيرته ما احنا شوقت نعلم فيه على بعض لهوم يقولون كعب مين علي عليك ولا احنا نقولون اصل الهلال انسوا ده ده مش هيفيدنا في المواجهة القادمة بين الاهلي والاتحاد لا حبيدي الاتحاد تخليني في جوزية محمد صلاح محمد صلاح تقريبا ان العرض اللي كان معروض عليه يساوي مصريا تقريبا في التلات سنين 14 مليار جنيه مصري ما انا بقول لك حاجة مرعبة ما فيش لعيب في العالم خد ما فيش على فكرة انت مجرد انك تحصل على هذا العرض انت بيت اغلى لعب في العالم حتى لو لم تقبله لانه كان مرهون بقراتك انت دي ما كانتش طلباتك ده كان عرض اذا كان هذا العرض انت كنت تتمنى يفضل في ليفربول ولا يجي التحاد جدة ما انا قلت رأيي هو توأي قصة لا يعني انا كنت اتمنى ان صلاح يروح التحاد جدة ويلعبني اه ازاي يعني يعني من باب تجنب مواجهته مع الاهلي لا محبش ولا يكمل مشروعه وجود صلاح مع التحاد جدة كان حبيبا فيه مواجهة بين الاهلي وصلاح وجماهير واحنا بنحب صلاح ليه وتوقف لمشروعه زايد انه هو فيما يخصه لو انا ناصح الامين بتاعه هقول له انت وصلت المرحلة الاموال ما بقيتش فارقة كتير يعني ما تقول لي خمسة مليار ولا عشرين مليار مليار خلاص مش بتشتري جزر يعني وبتشتري عالم انما المجد المجد ما حتش عينها فيعمله غيرك بالقرار ده انت عملت مجد ده كلام مهم جدا مع اغلاق باب القيد في الاتحاد السعودي صلاح باقي في ليفربول ويبقى الكلام الكثير بي بعض متلسانه ايامنا الحلوة ترجمة نانسي قنقر